شخص الإمام يختلف في أوقات دعاء القنوة الأوقات مرة يدعى قبل الركوع ومرة بعد الركوع فالنساء تمروا في الوضع أنهم دائما بعد الركوع فيسجدون على طول يبدون ركوعهم ما فهمت يعني إذا دعا قبل الركوع قصدك يعني يدعوا قبل الركوع فيسجدون طيب وإذا اكتشفوا النهراكع ماذا يفعلون؟ ما يرجعون لسه هو لا يرجعون يركعون يقول حقيقة لإخواني الأئمة يعني ينبغي له إذا أراد أن يصلي الثلاث ركعات الأخيرة بسلام واحد ينبغي أن ينبه الناس الذين أمامه يقول يا جماعة نحن سنصل الثلاث ركعات لأن عندك نساء في الطابق الثاني ربما أو في قسم النساء لا يدرين أنك قمت إلى ركعة ثالثة وأنك وصلتها فلا بد أن تنبه على هذا كذلك إذا أراد الإمام أن يقنط فالأولى له أن يقنط بعد الرفع من الركوع لأن الناس جرت عادتهم على هذا وأيضا هو سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن أراد أن يطبق السنة الأخرى وهي أن يقنط قبل الركوع فلا بد أيضا أن ينبه الناس على مثل هذا لحتى لا يقع اللبس وبالنسبة للنساء التي لما الإمام قنط قبل الركوع ثم قال الله أكبر وركع وهن سجدنا ثم رفع الإمام سمع الله وحمد ربنا وحمده وسجد ثاني وهن لم يركعنا فهذه الركعة قد بطلت ويجب عليها أن تأتي بعد الصلاة بركعة بدلها وتسجد للسهو